السلام عليكم ورحمة الله عزيزي الله بالصف الثالث المتوسط متابعين معكم اليوم بتدرب وحل التمريكينات بالصفحة 12 السؤال الثامن عم بيقولي اذا كانت المجموعة 1 2 3 والمجموعة المجموعة 1 4 5 6 والتابع اف من ا الى ب يعني هاي المجال وهي المجال المقابل معرف كالآتي اعطيني هون ازواج مرتبة 1 4 2 5 3 6 طبعا هون ما طالب ايجاد قاعة الاختران عم بيقولي ارسم المخطط السهمي طبعا بسيط جدا ارسم المخطط السهمي للتطبيق ومثله بالمستوي لاحداثي طبعا المخطط السهمي اه منوضع المجموعتين بهالشكل هاد مثلا عندي هون المجموعة ا اللي هي واحد اتنين ثلاثة عندي المجموعة ب ايضا اللي هي اربعة خمسة ستة فالمخطط السهمي يعني كل عنصر باللي بيقابله فالواحد بيقابل اربعة والاثنين خمسة والثلاثة ستة هاد بالنسبه لا رسم المخطط السهمي للتطبيق بالنسبه لا التمثيل عن مستوي الاحتاثي اذا كان عندي هاد المستوي هون اكس وهون واي طبعا هاي النقاط محددي اه عفوا هون استعمل مرقم من واحد لستة علموجب من واحد لستة السالب لا على الموجب للاسفل السالب فالنقطة الاولى وسنسمينا هي أه وها وهي البي وهي السي ابن المغت spill الواثة هكسات واحد والويات أروا هكسات واحد موجب آميق يجب هن hacia اهها ها بتكون عندي النقطة الولى أه النقطة الثانية بي اكسات اثنين وايات خمسة و拜拜 فإذاً هيك بتصير هون عندي هاي البي النقطة C إكسات الثلاثة والوايات ستة فتصير هيك النقطة الثالثة C إذاً هدول النقطة الثلاثة هيك بنتهي التمرين تمرين بسيط ما فيه بشي وصلنا للتمرين التاسع عم بيقولي إذا كان F تابع من A إلى Z حيث قاعة الأقتران هي F بتساوي إكس مربع والمجموعة A ناقص 2 ناقص 1 0 1 2 مثل التطبيق في المستوي الإحداثي تمثيل على المستوي طبعاً هون بدنا نوجد الأزواج المرتب يعني بنوجد الإكسات والوايات وبين هل التطبيق متباين أم لا حتى نسبة أنه تطبيق متباين لازم يكون كل عنصر من المجموعة إكس له صورة وحيدة فقط في المجموعة واي يعني كل عنصر من هون في عنده صورة وحيدة في المجموعة واي طبعاً ما بيكون في عنصرين إلو النفس الصورة هيك بيكون متباين أما إذا كان في عنصرين من المجموعة A إلو النفس الصورة فبيكون غير متباين طيب تعالي نشوف هلأ حل التاسع هلأ بعد ما كتبنا بعض الموطيات ف أكس بساوي أكس مربع والمجموعة A هلأ بنوجد الصور لما أكس بتساوي نائس 2 طيب ف نائس 2 ونعود بالتابع بدل كل أكس بناس 2 يعني عندي نائس 2 للتربية ويساوي السالب للتربيع بصير موجب 2 للتربيع 4 إذن الزوج المرتب الأول طالع معي نايس 2.4 نايس 2.4 طيب لما X بتساوي نايس 1 فصار عندي F نايس 1 يساوي بنعودهم بدل X نايس 1 صار نايس 1 للتربيع يساوي السالب للتربيع موجب صار 1 للتربيع 1 إذن الزوج الثاني نايس 1.1 لما X بتساوي 0 صار عندي F 0 يساوي 0 للتربيع يساوي 0 إذن الزوج الثالث هو 0.0 بعدين X بتساوي 1 يؤدي F الواحد تساوي كمان 1 للتربيع ويساوي 1 إذن الزوج الرابع 1.1 X تساوي 2 F 2 تساوي 2 0 للتربيع ويساوي 4 إذن عندي 2 4 هاي هي الأزواج المرتبة اللي طلعت معي طبعا هاي نقاط هاي بدي حددها على المستوى الإحداثي نسمينا أول واحدة مثلا A هاي A وهي B وهي C وهي D وهي E نحددهم هلأ نايس 2 على الإكسات وين النايس 2 هاي نايس 2 أربعة على الوايات واحد 2 3 4 إذن هيك نايس 2 هيك أربعة إذن هاي النقطة الأولى نايس 2 واربعة هاي النقطة بعدين نايس 1 على الإكسات وواحد على الوايات نايس 1 إكسات وواحد ووايات هون هاي الب هلأ صفر صفر هاي C ليه المركز C بعدين واحد 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 وواحد هاي بدي آخر واحد اثنين اربعة اثنين اربعة الإي طيب هيك مثلناهن على مستوى الإحداثة طيب عم بيقول لي هلأ هل تطبيق متباين أم لا طيب هلأ لاحظوا أنتوا الاكسات هلأ عندي نايس 2 نايس 2 شو هي صورته أربعة طيب وشوفوا الاثنين كمان صورته أربعة يعني عندي فيه اكسين مختلفين لكن الوايات تبعهن نفسه يعني الصور الصور نفسه هلأ هذا التطبيق غير متباين حتى يكون متباين لازم يكون الاكسات مختلفة معناها الوايات لازم تكون مختلفة بس وجدنا أنه فيه اكسين مختلفين من ضمن الاكسات وقلوا نفس الصورة إذن معناها هون التطبيق غير متباين لأنه طبعا هون عندي اكس تساوي ناكس اتنين وف الاكس بتساوي يعني هون اف الناكس اتنين اربعة وعندي اكس بتساوي اتنين وصورته هون كمان أربعة يعني عندي هدول X1 لا تساوي X2 لكن الصور صورة X1 تساوي صورة X2 يعني هون النواتج مختلفين النواتج متشابهة النواتج متشابهة إلنا بدرس شرح التطبيق المتباين إذا كانت النواتج متشابهة معناها تكون تطبيق غير متباين أما إذا كانت مختلف النواتج يكون تطبيق متباين وهو المطلوب الآن وصلنا إلى السؤال العاشر وهو آخر سؤال بتدرب فليكن F تابع من N إلى N قاعدة الاقتران Fx وتساوي X مربع وجي أيضا من N إلى N قاعدة الاقتران X زايد 1 المطلوب إيجاد أولا G دائرة F هون تركيب تابعين G دائرة Fx وF دائرة Gx بعدين طلب الثاني F دائرة G2 وG دائرة F2 طيب رح نكتب هلا التمرين بهالشكل هاد طيب هلا هون عندي أنا كتبت التابعين Fx وGx هلا بدي G دائرة F طيب G دائرة F شو قلنا بنساوي بنحط الج وضمن القوس بيكون Fx Fx ضمن القوس ويساوي الج موجودي Fx شو هي X مربع ننزله هون X مربع ويساوي هلا بننتقل للج هلا الج هون الج اكس شو بيساوي داخل القوس زايد 1 هون داخل القوس زايد 1 من داخل القوس هي X مربع زايد 1 إذن هاي G دائرة F طيب F دائرة G كمان بنحط F ضمن القوس Gx Gx ويساوي F ضمن القوس شو هي Gx هي X زايد 1 بننزله نفسه بنشيل Gx بنحط اللي بتساوي X زايد 1 ويساوي هلا بننتقل للF لاحظوا هون الF ركزوا معي F ضمن القوس للتربية يعني هون Fx هو X تربية يعني هذا اللي داخل القوس مرفوع للتربية لاحظوا فهذا الحكي بننطبقه هون إذا نحفظوا هاي الجملة داخل القوس للتربية هون داخل القوس للتربية يعني X زايد 1 للتربية هيك صار F دائرة G هلا بده F دائرة G 2 ما في داعي نرجع نكتب من البداية يعني نفس هون ندخل الF نحط الج 2 ونتابع إلى آخر خلص أنا عندي F دائرة G X شو طالع معي X زايد 1 للتربية يعني هون X هاي الX طيب هلا هون الX صار بدالة 2 فمنعود مكان هاي لاحظوا مثل ما قالت هاد هو هاد هون هلا بدي أنا F دائرة G 2 فبدي حط مكان الX 2 فبصير عندي 2 زايد 1 تربية ويساوي 2 زايد 1 3 تربية يساوي 9 واضح طيب هلا G دائرة F 2 كمان G دائرة F شو طلعت معي هات X تربية زايد 1 وهون أنا شو بعمل بحط هذا X تربية زايد 1 بس بدي حط مكان الX شو 2 يعني صار 2 للتربية زايد 1 لاحظوا التربية بس لالX مو للكل بس لالX أما هون التربية كان للكل لكل القص طيب 2 تربية زايد 1 يساوي 2 تربية يعني 4 زايد 1 يساوي 5 وهو المطلوب هيك بيكون انتهينا من التدريبات ولنا لقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا